السلام عليكم فيديو النهاردة نطبخ أكلة جديدة بطريقتين أهلا بكم كل المتابعين يلا نبدأ الفيديو أول حاجة المكونات جنبري متنظف ومخصول كويس بسلة بصل أغدر جزر بصلة متوسطة ملح وفلفل على نور متوسطة نحط طاصة وفيها شوية زيت صغيرين أول حاجة نحطها هي البصلة ونقلبها لحد ما يبدأ لونها يبقى شفاف شوية الأكلة دي اسمها تشاهن وهي أكلة أصلها صيني لو لسه مشتركتوش في القناة ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ودوسوا على رمز الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول بعدين هنحط الجزر ونقلبه لحد ما يبدأ يبقى طاري شوية بعدها هنحط الجنبري ونقلب لحد ما يبدأ يستوي هنا هنحط رشة ملح ورشة فلفل وبعدين البسلة لو اخترتوا تعملوا الطريقة الأولانية اللي أنا بعملها دلوقتي زودوا شوية البهرات زودوا شوية البهرات ممكن هنا نحط شوية مية صغيرين علشان حاجة تستوي كويس الإضافة دي من عندي حطيت رشة كركم صغيرة خالص مش هتغير الطعم بس هتخلي لون الرز أصفر بيبقى شكله حلو بعدها غسلت كوبايتين رز ده حجم كوباية الرز أعتقد أضغر شوية من مقاس كوباية الرز الطبيعي في مصر هنا الرز مخصول ومتصفي وحطيت عليه الخضار وعيرت المية وعلشان كده لازم نزود البهرات شوية لو هنعمل بالطريقة دي لإنما زودت عليه مية بعدين حطيته في الرايس كوكر خطوة الرايس كوكر مش مفروضة طبعا ممكن تتحط فيه أي حلة عادية وتستوي على النار وكده الطريقة الأولانية خلصت الطريقة الثانية وهي الطريقة التقليدية هيعملها الشفكة زنوري معنا وهو ضيف الحلقة النهاردة الطريقة دي زي اللي فاتت بس عليها زيادة رز مطبوخ وبيضة ممكن كمان رز متبقي من غدا مبارح ملح وفلفل معلقة صغيرة زبدة موسيقى موسيقى بعدين على الخضار اللي جهزنا الأول هنحط الرز المطبوخة الرز مش لازم يكون سخن قوي ممكن يكون دافي شوية هيقلبه كويس موسيقى بعدين هيحط البيض موسيقى والبصل الأغدر موسيقى بس كده دي الطريقة اليابانية بعد المقارنة حبيت الطريقة اليابانية أكتر مع اني دايما كنت بميلي اني أطبخ طريقتي المعتادة لاني مش هحتاج عمل رز قبلها بس ده كان رز متبقي من غدا مبارح وهو صمم يعملها بالطريقة الي متعود عليها وفعلا طلعت عمها أحلى موسيقى يارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة أشوفكم الحلقة الجاية موسيقى موسيقى شكرا للمشاهدة